اه بسم الله الرحمن الرحيم اه السلام عليكم طبعا انا في البداية بشكر سيد دكتور عماد بلح والسيد دكتور فاتحية وكل عضاء الرابطة واحمد عبدالعزيز طبعا اه وكل الرابطة على دعوتي وبشكر اساس دتي لتشير بيرسون على المنصة اه طبعا انا يعني جاي او اتكلم عن بعد ما الناس كلها حست ان هي عازة تاكل وجعانة وتعبت جدا جاي اقول لهم ما تكلوش ضايت كنترول وجروا لحد الفندق الفيزيكال الاكسرسايز انا محضرتها هتبقى عن النون فرمكولوجيكال اند كارانت ابروف دي ريت منت اوف متابوليك اسوشييتد فاتي ليبر ديزيز طبعا هل انا اه مش محتاج اشخص زي من الاستاذ الدكتور محمد الاستاذ قال لان لسه مفيش دراج اف دي ابروفال فور اه تريتمنت اوف متابوليك اسوشييتد فاتي ليبر ديزيز اكيد طبعا ادخطة اه طبعا الايفكتف ثيرابي اه مش بس بيقلل الاستياتوزيس اند ليبر انجري بطولسو امبروف الميتابوليك سيكولي اند كارديو فاسكولي ريسك لينكتو متابوليك اسوشييتد فاتي ليبر ديزيز عشان كده قالوا اني ليفستايل موديفكيشن امكلو دي اتري تشينج ويت لص اند اكسرسيس انترفنشن هي ما زالت الفرست لاين اند كورنال ستون فور تريتمنت اوف متابوليك اسوشييتد فاتي ليبر ديزيز امبشنت ويذ مفلد لايفستايل انترفنشن ليتو رداكشن بالهيباتيكي ستياتوزيس ريزوليوشن وفيستياتوهيباطيتس ريجريشن وفيبروزيس امبروفمنت اوف بيو اوف بيشن كوالتي اوف لايف علشان كده الابازل في عشرين عشرين قالت في الركومنديشن فور لايفستايل انترفنشن انمفل قالت لايفستايل تشينج طورد اهلسي ضايت اند بيزيكال اكتيفتي ار ريكمنديد فور متابوليك اسوشييتد فاتي ليبر ديزيز وقالت ان العيان اللي ما عندوش ستياتوهيباطيتس ولا عندو فيبروزيس عندو مجرد هباتيك ستياتوزيس اللايفستايل انترفنشن دي كافية وذاوت نيد فور اني فرماكولوجيكال دراجز بوض اوفر ويت اوبيز اندنان اوبيز متابوليك اسوشييت فاتي ليبر ديزيز يستفيد من الويت لوس التارجد بتاعي سبع العشرة ويت لوس ده تارجد في لايفستايل انترفنشن وده بيؤدي الى امبروف منت اوف ليفر انضايم اند هستولوجي يعني الوفر اول ايموف لايفستايل انترفنشن اللي انا اعمل جردول لوس وفو ويت حوالي وان كيلو جرام كل اسبوع والا انا اعمل كالوري ديفسد حوالي خمسمية الالف كيلو كالوري كل يوم التارجد ويت لوس حوالي عشرة في المية اوف بودي ويت ايه الاو تقامل اللي هيعود على البيشنت لما يخس سواء او لما يحصل له ويت لوس سواء هو اوبيز او اوفر ويت او حتى نورمال بودي ويت اه لو خس عشرة في المية او اكتر هيحصل ريجريشن اوف فيبروزيس سبعة في المية او اكتر هيحصل ريزوليوشن اوف نانالكوليك الساتوهيباطايتس خمسة في المية هيحصل امبروف منت في الانفلاميشن والبالوننج ثلاثة في المية يحصل امبروف منت في الستياتوزيس قالوا ان الكمبايند ضايت والاكسرسيس استراتيجيز ار مور افكتب ان رومليزيشن اوف ليفر انضايم امد امبروفنج هستولوجي وقالوا ان كل انواع الاكسرسيس سواء السويدي او الجري او الفيجورس اكسرسيس او الايروبك اكسرسيس كلها بتؤدي نفس الغرض والاكتيفتي جايد لاين روكم منت حوالي تلاتين دقيقة في اليوم خمسة ايام في الاسبوع بمجموع مية وخمسين ساعة في الاسبوع مدريت اكسرسيس او فيجرس اكسرسيس اكتر من عشرين او عشرين دقيقة تلات ايام في الاسبوع بمجموع خمسة وسبعين دقيقة في الاسبوع ده كافي للبيشنت اللي هو عنده ميتابوليك استوشيتت فتي ليفر ديزيس بش بس الابازل اللي رأيت الكلام ده ده كمان الاجبشيان جايد لاين في عشرين اتنين وعشرين قالت هذا الكلام وقالت ان اللايف ستايل تشينج انكلودين كومباين ده لسي داية اند اكسرسيس استراتيجز ار افكتب النورماليزيشن وفليفر انزايم ليبل اندو مروفمنت افليفر هستولوجي قالت الويت لص ده مفيد جدا جدا سواء في العيان الابيز او الابر ويت او حتى النورمال بادي ويت سبعة العشرة في المية في الابيز او الابر ويت وخمسة في المية في النورمال بادي ويت ده التارجت وذاوت وذاوت اني فرماكو سربي اذ انف فور مافيل دبيشنت وذاوت استياتو هباطيتس او فيبروزيس وقالت ديرز نو بارتيكولر من داتري ضايت يعني ما قدرش افصل لازم كل عيان لو اكل معين ولكن جنرالي قالت انرجي ريستريكشن طيب ضايت ريجولر قافي درينكينج افويد برسيسد فود اندفركتوز ار ادفيزابل بوز ديجورس اند مولد اكسرسيس وكلها نفس لها نفس التأثير على المتابوليك اسشييتد فاتي ليفر ديزيز ايه القهوة وشرب القهوة وتأثيرها على الفاتي ليفر ديزيز ده كان كان الفرستي ميتا اناليسيز بابزرفيشن الستادي كومبيرينج الريسك في الناس اللي بيشربوا قهوة اللي مشربوش قهوة والسكن دي ميتا اناليسيز بتشوف الريسك اوف في العينين اللي عندهم نفل بيشربوا قهوة او ما بيشربوش قهوة وكانت النتيجة وطبعا دي محتاجة درسات عديدة علشان نسبة هذا الكلام بيش بس القهوة ده كمان قلو الشاي بوث قافي عن دي تي كونسومشن ار استوشيج وذليس لايكل هود هافنج متابوليك صندروم بطفر درسيرش زي ما قلت محتاجين علشان نسبة هذا الكلام طيب القرنت تريت من تبقى زي ما دكتور محمد رصاص قال ما فيش دلاج واخد اف دي ابروفل الى الان ولكن في كلام على ادوية كتيرة زي الفيتامين اي مثلا دراسات كتيرة قالت ان الفيتامين اي كان هاف سمرول ان امبروف من تهباتي كستولوجي انبيشنت وذيستياتوهباطايتس ودراسات تانية فيل توكم فيرم لزفايندين ريز ان تصطي قالت ان الفيتامين اي دكريز the risk of hepatic decompensation transglant and the death in mephil debition and the bridging fibrosis or cirrhosis ولكن علشان الكمبليكيشن المتوقعة من استخدام الفيتامين دي ديفولوب منت of brustic cancer and the homoragic stroke as possible concern of vitamin اي therapy طبعا ده كان عن فيتامين اي انبروف ترانسبلانتي free survival and هباتيك دي كومبنسيشن امبيشنت وذ ناش والاسلي دي قالت ان انا ممكن استخدم الفيتامين اي تو تريت العيانين اللي عندهم ناش وتشخصوا بالبيوبسي وهم في دوز 800 انترناشنال في اليوم وده انبروف الليفر هستولوجي بطنوت فيبروزيس ولكن لازم ايس الرسك and benefit علشان اقدر اخذ قراري وما استخدمش الفيتامين اي في العيانين اللي عندهم ناش وعندهم ضايبيتس او النفل دي وذوت لبربيوبسي او الناس سروزيس وكريبتوجينيك سروزيس وما فيش داتا عن السيفتي والإفكاسي للفيتامين اي محتاجينها طبعا البيوغلوتازون البيوغلوتازون على الهيباتيك استولوجي امبيشن تويد اند وذاوت طيب تو ضايبيتس هزبين ريبورتد في درسات كتيرة جدا في درسات عملت وقالت لو انا بستخدم البيوغلوتازون لمدة ست شهور ده كان امبروف الهيباتيك استياتوزيس والبالونيج نكروزيس اند انفلاميشن ولكن ملوش تأثير على الفيبروزيس لو مديت المدة لحد 18 شهر ممكن يبقى امبروف الهيباتيك فيبروزيس ولكن الكمبيوغلوتازون زي الويت جين والاديمة والديبلوب منت اوف برادر كانسر ودكريز امبون منرال دينستي خلت دراجزي ده نوت ويدلي يوز وده طبعا على السيفتي بتاع الفيتامين اي والبيوغلوتازون لازم استخدم الحاجات دي وانا بشوف الريسك بالنسبة للمريض الموتفورمن داز نوت امبروف الهيباتيك هستولوجي امبيشن تويذ مفل ولكن قالوا ان الدراسات كتير هتعملت على الموتفورمن وانفزتيجيت زي افكت اوف موتفورمن على الامانو ترانس في ريز الليبر انزايم وعلى الليبر هستولوجي وقالوا ان هو بيصلح او بيقلل الريزيستنز وبيصلح الليبر انزايم ولكن دراسات كتير هتعملت وقرنت بين الموتفورمن ولايف ستايل ولايف ستايل من غير موتفورمن وما لقيتش فرق كتير ولكن قالوا ان هو الموتفورمن كامبروف الانسول وبيقلل الريسك وفيهباته صلوة القرسنومة في المرضى اللي عندهم ميتابوليك أستيجيل فاتي ولكن طبعا محتاجين دراسات على كده الليستاتن طبعا ديد نوت شو بنفسي على هباتك هستولوجي لكن ممكن يقلل وقالوا الليستاتن ممكن ادي العيان عنده هايبر لبيديميا كواحد من الميتابوليك ريسك فاكتور ومعاه ميتابوليك أسيوت فاتي ليبر ديزيز او واحد بياخد اوبتوكوليك أسد لما يطلع بتاعه ياخد اوبتوكوليك أسد لانه طبعا بيقلل ويرفع فممكن ناخد المصرية قالت البيوغلوتازون امبرو الهيستولوجيك الماركر اوف مفل دهويفر ذرار سم كونسير نابوت سيفتي مدفور من هذنو افكت على الهيباتي كسولوجي بات امبرو انسو ريزيس سنز ان ديمير ديو سك ايش سي الليستاتن بيقلل كاردو باسكو المربيتي وكان بيوز 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 هوري سيف اوبتيكوليك اسس زي ما قلنا بعد ما ياخد الفيتامين ايمي بي ولكن طبعا في بتقلل اللي برفات ولكن عندنا وكان من قالوا والله لو انا هعمل برياتي سيرجيري لابد ان يكون في اضر ريز فاكتور او اضر يعني عيان عنده ومعها البضي اكتر من خمسة وتلاتين وشرط يكون العيان بش او لو عنده يكون ممكن ولكن اخوة بالي انه ممكن يحصل او بس لها زي ما قالت ان المفل برامتر ال بيو 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 والسوروز الشود بي اندي و علشان في الحقيقة الاهم من ده كله العيان بعد ما شخصناه وقلنا انه مالوش علاج واشنا كلمنا حتى على وقلنا انه لسه مفيش دراسات عليها طبعا زي ما احنا قلنا انه تليفر ديزيز واسزتني قاله انه اصبح ديزيز وليس ديزيز اوف اكسو كلوجن النفل ديزيز اوف اكسو كلوجن المفل ديزيز اوف ان كلوجن يا طرى العيان اللي انا بشدله علاج او هقول امشي عال لايف ستايل انتر فينشن هعمل له ايه وهتابع ازاي دي اهم حاجة في المحاضرة بتحتي ان العيان ده العيان لو معندوش فايبروزس ما شخصتوش ان عندو فايبروزس او او هتابعه كل سنتين لثلاث سنين بتابل العيان لو عندو فايبروزس شخصته بالانفيزف الفربايوبسي او نان انفيزز او ما دكتور محمد قال عندو الفايبروزس او او لازم اتابعه كل سنة اتابعه ازاي اللي انا اعمله متابعة متابعة وكل ست شهور انكلودينك زرديلن صفور هباتو سلور كارسينومة كتير او احنا منعالج الفيروس سي وكتير او مرضى بياخد علاق فيروس بي وعنده الفيروس طب يطر العينين دول هعمل معهم ايه كنا زمان نقول برضو النفل ده افطر اوكسوكلوجن للهيباطايتس وغيره وغيره ده وقت المفل ده ممكن ندخل مع عينين اتشي في والاتشي بي في او عنده اتشي بي في رجل سابريشن ووز مفل نيد منو تورنج لي لانه في انكريز ريسك او برو جريشن توسو الروزز وكتير اوي شاف العينين دولة اللي بياجي بعد سلاتين وبعد ثلاث سنين او بياجي هو بياخد علاق فيروس بي وديفولوب هباتو سلورة كارسينومة لان حصل برو جريشن للسروزز وديفولوب منت او فيباتو سلورة كارسينومة از والاز اكسرا هيباتيك ريتد منفستيشن يا طرى بتابع العينين دول هي بتابعهم برضو بالنان انفيزيف والبيو ماركر والليبر اسسيسمنت واللي انه طبعا بيحصل مشكلة مع العينين دول ان كونكلوجين الديتري انترفينشن هبين بروفن افكتيف انتريتينج مفلد ماش انسفر اللارج اندول كوندكت ستاديز المنستي ان اوبرويت اوبيز بيشن تريمين اديلي اه انرجي ديفيسيت خمسمية لالف كيلو او كالوري وذ جردوى الادوكشن سبع العشرة في بودو ويت في الين المجمل ممكن يستفيد من ال رادوكشن الو بودو ويد بي تراتة الخمسة في الميه الداتري اجصت من شو دانكلود انكرية انتكو فقد برواد فيجتابول والجريين فيبر اندس تريتي دفاتي اسد قارن تلي المليترين الضائد 교يسي فقط تريد القيوم ديكو الوني اسبسي فقط ديكو منديشن اندس Lancoy اندسان قيوم